في الدستور النهاج الوزاري لسيد رئيس الوزراء يفترض أنه مطابق للموازنة طيب هذا الرئيس الوزراء أنتوا جاي بي خاليه تردون الحجي اللي يحكيه وهذا التالي يطلع كله مصحيح فقرات بالمنهاج الوزاري منكملها ودخلها بالموازنة تالي متالي يتجي الموازنة سؤال جوهوري حتى تروح لسيد رشيد الآن احنا عدنا تقريبا أربعة شهر باقي أو أقل لنهاية السنة 23 شلون رح أصرف وسؤال مشترك حتى الباقي التفاصيلين بسيد رشيد شلون رح أصرف المئتين تريليون هاي الانفجارية يعني رح أرجع على واحد على 12 من ذا كل سنة بمعنى ما عندي موازنة طبعا ما عندي موازنة لأنه هو الموازنة فيه المادة المادة 6 من هذا القانون عفوا من القانون الموازنة الاتحادية الدارة الدولة المالية يقول أنه هناك خلقات وفي حالة عدم تطبيقها طبعا هاي مجود هاي مخالفة كبيرة هاي حسب عليها الحكومة لازم يرجعون المن على موازنة مالة الواحدة واحد على الاثنعاش واحد على الاثنعاش طيب أستاذ رشيد هاي جريمة نعم إنه احنا الآن شهر الثامن اليوم سبعة آب بتاريخ الحلقة الثنين وموازنة حتى هذه اللحظة تعليمات ماكو رغم أقرارها ونشرها بالوقاع وأكو طعون للحكومة ماعرف شنو حق الحكومة أن تطعن ببعض المواد تفضل مسألة طبيعية من حق أي شخص يطعن يطعن في أي قرار لكنه أكو أسس معينة للطعام في الموازنة أكو خمس أشخاص أو خمس جهات معينة اللي هي إلها الحق يعني مثلا نائب يريد يطعن بالموازنة مو من حقه لكنه يطعن من خلال رئاسة مجلس النواب نعم رئاسة الحكومة ممكن أن تطعن رئاسة الإقليم ممكن أن تطعن لكنه كأفراد لا يمكن أن يطعن هذا الجانب الجانب الآخر يعني إحنا الآن الموازنة التعليمات صدرت لكنه صدرت توجيه بعدم إعلانها شلون هاي يعني وزارة المالية مجهزة هي والتخطيط التعليمات نعم 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 مصار في الموازنة مجهزة شن الفيتو منين جاء أنه أوقفوا مو فيتو أكو مشاكل وتحسس من أن يكون هناك نقمة شعبية من الخارجين ومن أصحاب العقود الذين لم تتضمن الموازنة تخصيصات لهم هاي عداد كبيرة جدا حتى اللي يعينوهم لا اللي يعينوهم هذا بحثنا آخر كنت التخصيصات واحد زين بس أيضا خارجين آخرين وأصحاب عقود ما كتعينات بهاي 2023 هذه مشكلة كبيرة جدا فالدولة الآن تتفكر كيفية اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا الوضع وحنا حقيقة نتمنى أن يكون هناك إجراء مناسب الشعب بعد تعب من الأزمات تعب من التظاهر تعب من الاحتجاج وما كنت يجل من التظاهر ولا الاحتجاج بس رئيس الوزراء سيد رشيد نعم يطلع بمؤتمر صحفي يقول لك البرلمان مأخرني جيبوا لي الموازنة حتى روح نفذ برنامجي ولا تطالبوني بأي منجز على مستوى الخدمات أو الاستثمار إذا ما عندي موازنة طيب الموازنة الآن موجودة عنده من شهر السادس أشار لها نعم هذه هي أنا ليش مشتغل؟ 26 الموازنة 26 الصغر الوقاية العراقية الموازنة موجودة لكن أقول لي تعليمات التنفيذ إلا الوزارات هاي هنا المشكلة عندنا إحنا خلنا نغفل عن حقيقة البرنامج الحكومي اللي قدم رئيس الوزراء إحنا نتابعه وبرنامج السابقة أيضا سيد كاظمي وقبله والعبادي والعادل عبد كلها إحنا نتابعه ونناقشه مختصين في هذا الجام إجراء الساد عبد الرحمن ورقة ورقة سطر سطر البرنامج الحكومي الآن أكو بـ 23 محورة هل 23 محورة تتناول الاقتصاد أو الوضع العراقي من القضايا السياسية اجتماعية اقتصادية دينية سياسة خارجية كل ما يتعلق بالعراق حقيقة تركة ثقيلة جدا على رئيس الوزراء الآن وشكل كبير وإحنا حقا قد نتابع هذا الموضوع وآخرها اليوم كان عندنا الشماع لمتابعة موضوع الاقتصاد العراقي والدينار وتحولاته والارتفاع سعر الدولار وتأثيراته على الموسمع مع أحد جهات الأمنية المهمة جدا وكان السيد الرئيس الجهة الأمنية حاضر في هذا الاجتماع وتم حقيقة طرح مشاكل كثيرة ومقترحات لهذه المشاكل احنا دنتابع موضوع الحكومة دنتابع موضوع البرامج من خلال المتابعة الميدانية استعدنا على الوراء سيد رشيدي نعم تابع بس بعد على الوراء أنا أريد تعليمات أريد كثير أريد صرف أريد آليات غير هذا الأنتظر كل اللي سوت الحكومة راحت للمحكمة الاتحادية قاعدة طعنت بـ 12 مادة بالموازنة طبعا العفوة شمح لي أستاذ رشيد وداخلة مهمة جدا موضوع الأمر الولائي من يصدر من المحكمة يعطل المواد المعترض عليها بس بس المواد المواد المعترض عليها 78 مادة تبشي عدد 12 فقرة اللي يتم الاعترض عليها ويصدر بها أمر ولائي من المحكمة بتعطيلها هذا السؤال ليش ما انطلقنا هاي التوجيهات اللي صدرت من وزارة المالية تم حقيقة حديث عنها خلال يوم يوم وين وطلات نعم بس الدولة تريد تنفذ الموازنة أقعدها مشاكل في تنفيذ الموازنة المشاكل مشاكل المفسوخة عقودهم والغير المعينين أعداد كبيرة عندنا جدا وهذه حقيقة مشكلة وكلش كبيرة أستاذ أصيب فالآن يعني الدولة الذاتية تجد مخرج لهذا الموضوع أعداد كبيرة من شبابنا يتخرجوا ما يلقى لها ساحة عمل يعمل هذا هو كانوا يسوون هذا واقعنا فسادة شوف يعني البارحة ظهرت السيد الرئيس هيئة النزاة وأعلن عن صبقة القرن والبطاقة الحمراء لعدم المسؤولين ثلاث مسؤولين البارحة في مكتبة السيد الكاظمي وأحد وزارة المالية يعني وبعديا أكو مضاغ كبيرة كلها مئات المليارات هدر وسرقة وتهريب وفصار هذا يأثر كيف معالجها السيد السودان عند تصريح قبل يعني بعد ما انقرت الموازنة لا يحصل السيد السوداني على الواقع لا مراحت للوقع عند التصريح مهم قال أكو الآن نعم شخصيات متربصة مدرسة هو اطلق عليهم وصلح على الموازنة قال ذولة قاعدين بالوزارات هسا يردون الموازنة تمشي تطلق تعليمات هل خوف السوداني من هاي الشخصيات والمافيات والخطوط الثانية اللي قاعدة بالوزارات أن تسرق الموازنة لذلك جاي يتأخر بإطلاقها نعم بدليل تصريحه وواقع لي دنعيشه يعني كبار هيئة النزاه اتقدزت على وزراء وكلاء وزراء مدرعامين مكاتب رئاسة الوزراء حتى في هيئة النزاهة كنا إذا مرنا يداوين الطبيب فكيف بنا إذا مرر الطبيب تصريح السيد الرئيس هيئة النزاهة المحترم أمس يقول حتى واحد عضو من هيئة النزاهة أيضا وسابقا شبنا على شاشة التلفزيون عضو هيئة نزاهة في الأنباب أيضا كان مشترك في مسألة التقاعد هذه حقيقة يعني مهمة صعبة جدا لا يحصد عليها مئيس المزراء أو جهات التمثيلية طيب ونوقف لكنه ونوقف 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 نحن الآن سبعة آب وموازنة ماكو شرح لحق أصرف آني هم رح يقول لك 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 هاي هسه انزل إلى الشارع هاي شارع الكرادة هسه انزل به وتلقى حفر وتلقى مثلا قشط وما قشط لما تسأل اجتمعنا نحن البارحة بالليا كان عندنا اجتماع مع أحد السادة المسؤولين وقبلها أيضا نشمع مع كبار السادة المسؤولين في الأمانة وفي البلدية وفي جهات أخرى كوناني عضو في أحد الفرق فريقي عم تخصص هذا الجانب طيب يقول لك يا با ليش ما نكمل قشط ليش ما نكمل أي دائرة أي دائرة بالدولة أي مدير عام هسه تسئلة صحة تربية أي شي يقول لك موازنة ماكو آني شلون أصر موازنة أكو بس صرف ماكو اقلاق الصرف ماكو شون الفائدة موازنة على الورق مشكلة راح أرجع لك سادة رجل سادة عبد الرحمن أنا بعدني على قضية أرتخلص من قضية الطعن الطعن صار كسبة الحكومة ستموات واحدة منهن يتعلق بالإقليم شنو الشي صفة الشخصية شنو اللي كسب الإقليم يقدم الاعتراض نالطعن اللي قدمه بحد غير الـ 12 فقر اللي قدمها الرد طعن رئيس الإقليم طعن رئيس الإقليم الرد باعتباره بس اليوم أكو طعن بصالحهم صالحهم صالحهم صدر هذا واحد نعم صالحهم على كل حد أنه نرجع لدسوء الجناب أي هذه الطعونات يعني هي هي متوقفشهم لأنه احنا هسا عايزة قلنا 78 مادة 12 مادة همو كلها واحدة من عدهم يعني على مود عبارة رئيس الوزراء حصرا هو شالها لهذه العبارة فإذا ما لكو مشكلة يعني المفروض وهو أصلا باليوم اللي يقدم الطعن المفروض تمشي المغازنة وخاصة نشرت بالجريد ونشرت يعني شنو السبب يعني أنا ده استغرب يعني هل هناك من يحاول أن يعيق حركة الاقتصاد بالبلد بهذه الطريقة ويعطل المشاريع ويعطل بعدين إحنا لن نسه جوز خوف السيد السودان من الفساد نعم صرا أكو ماضيات وفساد تنتظر للمئتين تريليون يقلوا لجيب إنها أخويا مشاريع وصرف مو بس هاي يعني أنا إذا ردت أربطها وأني دائما يعني أقول أنه الاقتصاد والسياسة هم وجهة واحد واحد وأنا ما رد تدخل بسياسة لكنه على ما يبدو أكو في قوة تحاول أن تحيق عمل هذه الحكومة خوفا أن لا يستغل هذا الوفرة المالية ولو هي الوفرة ترى محقيقية أصلا حتى الوفرة المالية اللي دعوا أنه هي متوفرة عندها هي ترى محقيقية يعني هي هاي وفرة ورقية مكتوبة على الورق واللي حقيقة ترى مالما أنها وفرة وسبقوا أنه جنابك حجيت لك عن التفاصيل بس أنا شو أخلى وديك على الغطة الآن أنا أريد تنمية والحكومة تحكي عن تنمية مسدامة وطريق واستثمارات واقتصاد أنا شو رح أسوي لي زراعة شو رح أسوي لي صناعة لا عندي موازن الآن ولا الأموال اللي خصصت للصناعة والزراعة كافية والله يا سيد الكريم أنا أتصور هم رح أرجع لا تشيل أيضا يأيديم هذا الموضوع كثير من المنا كمختصين تولون مسؤولية هذا الملف مع الأسف غير مؤهلين مهنيين يعني بصراحة يعني إذا لتضرب لك في المثال حالي خامش هذا الموضوع يعني إحنا مثلا صار قرار من البنك المركزي العراقي باستحداث بنك للريادة يكون مكتمم لمبادرة البنك المركزي اللي كانت تمنح المواطنين هاي المبالغة اللي وصلت إلى حتلة مبادرات زين أنت تجي بهالوقت هذا تطلب من المصارف أن تزيد رأس مالها إلى 400 مليار بمعدل كل ستة شهر 50 مليار زين هذا شو رح يقدرون يصرفون إلا إذا كانت هناك عصة سحرية عادرة عدهم عدهم عادرة لأنه أنا المصارف لـ 30 مصرف الإسلامي اللي يجبناهم شركات صيرفة همه وتواركات تحويل مالي يجبناهم ونزقناهم بالمؤسسة المصرفية وسوناهم مصارف نعم منهم من هو قادر على أن يكون مصرف وجيد جدا ومشوا لكنه البعض الآخر هيش مجرد أسماء واعتقد جنابك أنت في ساعة صح صح يعني مناسبة ساعة وقدت مجرد أسماء أصلا ما نعرفها يعني صح هذا الموضوع يجب أن كله تقترن الحركة الاقتصاد هي حركة وحدة دورانها أي أي تلك بمفصل من مفاصل هذه الحركة قد يأخر العملية الاقتصادية بالبلد بصورة عامة أولي بارحة سيد رئيس الوزراء ملتقوا يوم للشباب وطبعا أنا فرحت كل شوائل لأنه فهمهم حقيقة أن هاي القطنة شيروها من أذنكم ما الموظفين ترجعون بالدولة هاي شيروها من باركم قانون العمل اللي صدر اللي يضمن حق العمل بها المهمة هذا الموضوع أيضا هذا القانون يضمن مادة يقول ينفذ هذا القانون بعد مروض تسعين يوم من تاريخ نشرب الجريدة الرسمية لحد لا ما نشرت بالجريدة الرسمية زين أنا شو رح أتعمل به هذا هو ما منشور شو وقت رح ننتظر تسعين يوم زين أنا شو رح أقدر أجيب هذول الشباب وقال نحهم أقول لهم تعالوا يابا اشتغلوا بالقطع القاس لأن حقوقكم مضمونة وما حد رح يقدر يتحرش بيكم لأنه إذا حد تحرش بيكم ترحون بالمحكمة الاتحادية وتقدرون تأخذون موازنة 23 به شيء للزراعة أو للصناعة على مستوى التنمية إذا السؤال موجه فأنا أحضر عن الإجابة لأنه جرابك أنت كل زين تدري ومو بس الصناعة والزراعة يا سيدي الكريم يعني هذه الموازنة مردع مع جل الاحترامي لمن أعدوها أو لمن تفضروها مردع بقول هي ترقيعية بس هي لمرحلة زين أنت محاسب لحسابة 3 سنوات هاي لـ 3 شهور اللي بقت من السنة ترقيعية ما يخالب زين سنة 24 يشتون 25 صحيح هاي المشكلة زين بعدين هاي الموازنة هاي الموازنة اللي هي الشيسم هاي شي تقول اللي الموازنة للسنوات المالية 23 24 25 جيب لي أي شيء من الجداول يتعلق بسنة 24 و 25 ماكو زين شنوها اللي عاد ليش يسميها تلافية فعلا هي عدت ببنودها وتفاصيلها 23 مو تمام لسنة لسنة ما شيء ما يخالب خليها لـ 3 سنوات لكنه يفترض أنه قاعدة يكون لبناء موازنة لسنوات 24 و 25 جميل ما يصر تقوم بالطريقة هاي الموازنة تفاصيلها تعنى بالاقتصاد تعنى بالتنمية تعنى بالصناعة بالزراعة أقول أكو أمل الآن موازنة 200 تريليون وماكو أي شيء يعني مموس إن ميلي أمل موس أن يسوي لي صناعة أو يسوي لي زراعة لعدان شنو رايح بس أشتغل بمشاريع وهمية معطلة أطيها فلوس حتى تكمل شو السابق صيب هذا قانون موازنة بكل المفردات نعم لكن أكو عدنا نقطة إحنا الأقام هو وعي والحديث بالأوراق هو وعي خلنا نحطها على صفحة ونحكي بالواقع كناس مهنين حتى نقدر نحقق الشيء وبالتأكيد هذا كلامنا يسمع كثير من السادة المسؤولين قد يكون سيد الرئيس الوزراء المحترم سادة الوزراء والكل سابقاً الدولة كانت أدهم مشاريع انتاجية إحنا مريد تعديد تعدد الموارد غير النفطية كيف أعددها إذا أنت ما نعطيني مجال لا نعطيني تخصيصات لا نعطيني قانون منتظم لا نعطيني بيئة استثمارية جاذبة حتى أقدر أشتغل ماكو وكلتنا نلاحظ هذا تشوف العراق بيئة استثمارية طاردة غير جاذبة بدليل هذا الوضع لدينا نعيشه وقارنا مع الوضع العام سواء في الخليج أو في كل دول العالم هاي سنغافورة ماليزيا تايوان شو بكل دول العالم كيف نشأته هي من ركام نهضت إحنا لازلنا الآن نعيشه ركام أرجع إلى موضوع غير أكو خطة استراتيجية وعد رئيس الوزراء ببرنامجه غير أكو خطة استراتيجية إحنا للأسف إنتم سويلي موازنة 200 تريليون ومنطيني تفاليس للزراعة والصناعة أنا شو رح أفكر رح سنعدي دولة قبل درسنا بالكليات تخطيط الدولة يجب أن تضع خطة خمسية محمد تيميم هسا وزير تخطيط ما احترامي للجميع خطة خمسية خطة عشرية وفيش خطة عشرين سنة وثلاثين سنة والعالم يخطط إلى خمسين من سنة خلأ أجيب لك في المثال مثل ملكية عدنات شان هو يخططون خلأ أجيب لك مثال واقع دعيت في يوم من الأيام إلى حضور مؤتمر لحد الشركات الأجنبية الألكترونية طيب لزونا بطاقة طائرة وإحنا حضرناها في المؤتمر بيرجال أعمال بيمهندسين بيناس وحتى ناس بسطاء داعين يعني من عامة الشعب طيب فوزعونا استمارة بينا مهندس وبين فلاح وبين رجل أعمال وبين مثل جنابك الكريم إعلامي وحكذا ومن ثلثات قلونا شنو رؤياكم بالمواد اللي جيبناها الأجهزة الألكترونية اللي إحنا جيبناها بالعراق بدأت تستخدموها طبعا شركة معروفنا لهم جيدة تاجع جيد تقييمنا هذا جيد قاله وزين إحنا نريد منعتكم رؤيا وش تعرف اكتب منا إلى خمسين سنة شي تريد من عندي جهاز شركة ألكترونية عالمية تطلب مني ومن البسيط الحلاق ورجل الأعمال البسيط اللي حاضروا ليانا أنا فكر لها يقول لك أنا قد أستفاد من إنسان خريجة إعدادية قد يعطيني فكرة أريد من عندك تطيني رؤيا على هالإجهزة الإلكترونية اللي عندك لمدة خمسين سنة شنو تريد أطور لك إحنا نعرف قبل أهلنا قاله وسيجي يوم الحديد يحتي ما كان نتوقع وقلنا شن حتي هذا يقول لك جي يوم واحد ينشي ويحتي بالشارع يحتيو يا نفسه فعلا يجد تليفون الناس قامت تحتي بالشارع يريدون من عندنا لمدة خمسين سنة من هو الموجود الآن بالقرار ممكن أن يصنع لك إحنا من عندنا هسه ده يخطط لمدة خمس سنوات على هذا الرقم المرعب بالموازن اللي يمنك أستاذ قصي ما زال عندنا النظام السياسي هذا المتبع وهذا النظام السياسي يعني جيد ديمقراطي وجيد قد يكون مطبخ في جزء من دول العالم وناجح لكنه بيأتنى لا يمكن أن تتحمل هكذا النظام السياسي إحنا نريد نظام رئاسي يجي شخص يترشح رئي الجمهورية ويجي شخص يترشح وزير يكون كفوق مو هذا النظام اللي عندنا هسه ده نعيش اللي ما ممكن أن يكون شخص قد يكون كفوق ولكن ما عندنا ظهر حتى يجي يكون بمعنى بمعنى المتين تريليون راح تتسرب المتين تريليون يقول لك المتين تريليون راح تتسرب نعم وهذا حديثنا عن موازنة 23 رغم الملاحقات لهيئة النزاهة يعني هيئة النزاهة ده تعمل العمل دقوب وده تجيب يعني حسب ما التصريحاتهم على موظف صغير بسيط لا لا بأعرض شخص خلي أسأل تريد تقديس ستراتيجي بعيد ومو يجي كرئيس الوزراء جايب لي خطة عمل لا رئيس الوزراء موظف تنفيدي يتبع المهنين يجي وزير الموارد المائية والمختصين في الموارد المائية يقعدون يسون خطة خمسة وعشرين وخمسين سنة شنحتاج من السدود شنحتاج من تقنيات تري ييجي وزير الزراعة والمختصين في وزارة الزراعة يضع خطة خمسة وعشر وعشرين سنة ييجي وزير الصحة كذلك وزير إيه أدري مجلس الوزراء مع الاحترام مش قاعد يضرب شاي إذا تسمحي غير عنده وزراء بس وزراء أخي يطالي عندك وزير فاسد رئيس الوزراء من يجي عليه أن ينفذ الخطة الموضوعة من قبل المختصين إحنا هاي مرحلة إلا حق سيد السوداني بأربعة شهر هسه بثلاثة شهر كل شي ما يلحق بس خليط لق التخصيصات حتى هل يلحق أكو مشاريع عندنا متوقفة روات متوقفة استحقاقات لمقاولين رجال أعمال استثمار متوقف فيما هذا أطلقت الموازنة الآن بعض المشاريع ستسير جميل جميل سوداوين أنتو سيد عبد الرحمن سوداوين سيد الشيخ سوداوين الموازنة راح تروح أنا أقول أنه العمود الفقري لأي عمل لأي عمل موازنة صرحة اقتصاء أي شي لابد أن يخلون الفساد مادام الفساد أخذ عن قرارة العربية ورشه وش بيرون حدنا صحنا إذا نحقق شي أظنب لك مثال أول البالحة ماذا بالبالحة البالحة رئيس وزراء باكستان مليادير اتهم ونصدر أمر حكم سجن عليه بثلاثة سنين لاستغلاله منصب الوظيفة باستحوال على أموال هو مليادير طيب وهو بطل عالمي صحي بايش في الرياضة هذا عندما نستحدث هيكي سلطة قادرة على نتعاقب هسا إحنا لن نحكي على الوزارة السابقة شو سويني بس إعلام يطلعون بالتلفزيون الله فالنطرقهم هيكي لزراء مالة الحكومة السابقة وهكذا قبلهم والقبلهم 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 عشرين سنة ولا وزير إجي قال إي والله الوزير الكام البقني وصل إلى مرحلة خمسة فأنا خليه سويها للعشر ما ردي أسوها للمية للعشر خليه لا يمسح الخمسة اللي بسواها ذاك ويبدأ من جديد مرت اللاق وعدنا مشكلة وعدنا مشكلة زيد عبد الرحمن آسف المقاطعة عندنا مشكلة الآن العراق بلا بلنا تحتية بلا طاقة كهربائية بلا صناعة بلا زراعة شنو اللي راح يقدر يستطيع السوداني أن يسوي بهاي الموازنة حتى يعيد إنتاج هاي المفاصل اللي هي العمود الفقر الأيدة والاقتصادية ما دام أكو من يعيق هذه الحركة ما دام أنه حرية التصرف ما كاملة إليه ما عنده سلطة كاملة بإيده راح يجون يعني أنت تلاحظ المحاصصة كيف تسوي تلاحظ وصلنا للفراش ما المدرسة وصلنا إلى الحد اللي ورسلت هذه المحاصصات بحيث هذا ما يصير حتى العبيلين هذا محسب على أفنان لكن اليوم تفاجأت وفرتاحيت وتونست حد ما قالوا بعض القيالات الأمنية تبدلوا تبين أنه دول القيالات الأمنية تبدلوا وجابوا من نفس الكيانات اللي رجحتهم الكتل اللي رجحتهم جابوا وكانهم من نفسهم إذن يسوي نحن مجرد تبديل أذرع مجرد تبديل أذرع خلقوا ديك للدولار 8 شهر بس أسمعاني المستشارين ورئيسي وزراء يتحدث عن المضاربين بالدولار هم وسبب الأزمة أزمتنا وين 7 شهر و 8 شهر ما جاء ينسيطر أحنا على قضية الدولار هو باع سيدي كريم موضوعة وذات السؤال سيد رشيد أيضا موضوعة الدولار موضوع يختلف عن بقية المواضيع الموضوع الدولار العلاقة بالدينار العراقي نعم الدينار العراقي عملة صعبة متينة مرموقة مغطاة بالكامل بإمكانها نتأدي التزامات كلهم ليش تتعامل بالدولار لأنه هذه الفرصة لتتعامل بالدولار حتى تتسرب إلى جهات ما من التسموح للخزانة الأمريكية أن تدخل من هذه أكثر من من رحزوا لهم العصة وقال لهم يا باتر جيروا معكم ورحزوا بيكم وهذا الدولار ترى إحنا اللي نسوي وإحنا اللي ندافع عنه وقفوا تسريبة أي وقفوا تسريبة ما يومية وقفوا من هذه الصفحة يدوفوا لهم يا من الصفحة الثانية طيب اللي صار أنه أولا يجب أن نعالج نقطة بالبداية عام 2004 عندما كان الحاكم المدني بريمر يحكم العراق كان المرحوم سينان الشبيبي هو محافظة محافظة بانج المركزي وكان أحمد الشربي هو رئيس الديجنة الاقتصادية صحيح وصار بروتوكول وقع من قبل هؤلاء الثلاثة على أنه كل النفوط العراقية عندما تباع يجب أن تباع طريقا الفيدرائل الأمريكي والأموال ما لقد تذهب إلى الفيدرائل الأمريكي وبالتالي تم سحبها من قبل العراق وفق طبعا لأن عليك عقوبات وانت بتحت البند السابع والدنيا كلا قلبك كمننا كل الالتزامات وكمنا كل الضوابط اللي احنا هذا طيب ليش ما يرفع هذا الشي يعني اللي نادون واليوم صار أكوش تأكيد أنه القوات الأمريكية يجب أن تخرج من العراق نعم لازم هذا كنا نطالب إلى هذا لكنه ليش ما نطالبون الطالب الآخر أنه استقلالية العمل العرقي أرجع وأقول خوفا من الفساد المالي والإداري بهذا الوضعية وديتسرب إداراتي السلطة كاملة علينا اللي نار كيف ننبيع الدولار نبيع النفط كيف ننبيع الدولار باليوان باليين فكلوك التحتمال لأنه أصلا ما توصلنا للفلوس فإذن أنا أرجع وأقول العمود الفقري لدولة قويمة دولة بس البنك المركزي بلا حلول سيد عبد الرحمن كل محاولاتها كل محاولاتها والدولار اليوم 151 151.5 ونص وين تقدر تشتريه ما ما ليش ما حديث إبيع لك طيب إجراءة الحكمة عندك تعليق عليها طويل السيد رشيد أينعم إنه استخدمت القوة خلت لك الأمن الوطني وجريمة المنظمة والاقتصادية ويرقضون وراء الصيرفات وراء المضاربين يدخلون لهم لبيوت هذا إجراء سليم إنه أنا أستخدم القوة العسكرية يعقب على كلام السيد عبد الرحمن فيما يخص الدولار بس لا تنزالي موضوع الأجهزة الأمنية التي تلاحق الصيارة اليوم كان عندنا اجتماع على هذا الموضوع طيب أحد الأجهزة المهمة جدا عضو رئيسة طيب إحدى المؤسسات أقامت دعوة العراق بالبنك المركزي الإيطالي موضعة إحدى المؤسسات أقامت دعوة العراق وكسبت الدعوة في القبائل الإيطالي وسحبت 30 مليون دولار مباشرة وبدون إعلام الحكومة العراقية هذا جانب اضطر العراق أن يضع أمواله تحت حماية ما انتهت سنويا تجدد لحد الآن أكو مطالبات لكويت انطينها 52 مليار و 400 مليون صح من الشعب العراقي من دماغنا ليش شو نذنب الشعب العراقي أنتو الخليج اللي ساعدته ودفعته للعراق نحو الحرب مع إيران وبالتالي المواطن تحملها في دماغه وفي أمواله ملاحقات قرائية كبيرة على الحكومة العراقية بمبالغ ضخمة اليوش عراسه قام دعوة على الحكومة العراقية الي مش تيها أكله وما لقاها بالكويت في باني الهجوم قام دعوة على الحكومة العراقية أبو ابنه عدة تنبر قاموا دعوة نيناتهم أو كسبوا وأخلهم مبالغ بالكويت فالعراق مضطر أن يضع أمواله في هذا الجانب تحت حماية أمريكا كل الدول نظام متبع طلعنا من بند السابع علينا ملاحقات قرائية كبيرة من الدول أستاذ عبد الرحمن أنا هذا اليوم لا لا عفو بس بداخل أي سريع أي فضل 32 مليار دولار كانت محجوزة في البنك الفيدرالي الأمريكي عراقية هذه طالبنا بيها بأيام الأزمة اللي مرت بنا في فترة ما بعد داعش طالبنا بيها وقال له يا بخالدي ترى إذا نضيكم إياها معناتها رح يأخذوها الديانة مثل ما قال أستاذ رشيد رح يأخذوها الديانة فلذلك بقوها هنانا يمنوا وفعلا بقيناها يمهم وشنا نأخذ عليها فائدة سوناها على شكل سندات نأخذ عليها فائدة أقل من واحد بالمية صح قبل كم يوم اتفاجأنا أنه بدأت حتى من هاي قاموا يسحبون من عندها الجماعة يا رب فهذا اللي دايقول أستاذ رشيد صحيح لكنه بعد مرور عشرين سنة وبعد خروجنا من البند السابع لا زالت أموالنا بس أنا أرجع وأقول بيخالف خلي تبقى هذه لأنه لازم أنت تقضي على الفساد المالي والإداري وتهريب العم وتهريب العم 118 مليار دولار احنا عدنا الآن بالبنك الفدرالي بس أكو مثل ما اطلب الدكتور داني شو المعجزات لا تحت الحماية الأمريكية بالبنك الفدرالي الأمريكي أموال العراقية بس أنت قولي أنا أقدر أصرف أرجع لك أنا رسال عبد الرحمن وكل مواطن اللي يطلب هذا الشي أنا أقدر أصرف بهذه الأموال ما أستطيع موظف بالتي بي آي موجود أمريكي كل المعاملات والتحويلات والأمور اللي تمر عليها وتاخذ موافقتها يلا تمشي نحن سيادة ما عدنا فأموالنا تحت الحماية الأمريكية يعني البنك المركز جاعد يسوي البنك المركزي يعني لا حوله ولا قوة لا حوله ولا قوة يصد التعليمات رجل يعني البنك المركزي كمؤسسة يعني على الطلاع واليوم كان حتى نعب محافظة البنك المركزي يعني بالاجتماع وتي بي آي وعدد كبير من رجال الأعمال وسادة الأمنيين يعني نحن نريد أن نجد حلل لهذا الواقع فيما يخص اللي تفضلت بي مدهمات جهات الأمنية كان حقيقة عندنا وجهة نظر مخالفة لما قامت بي جهات الأمنية يعني أنت اليوم يشون تركوا براء بصيرقات تركوا براء لا أنت إذا وقفت السوق الموازي راح يصير الدولار مئة وسبعين مئة وثمانين إنت اسمع وجهة نظر تجارة سيارة مرح يجمون دون أنا حاولك كمهنيين كغرفة تجارة بغداد إحنا جلنا قلنا أنت صدرت هاي التعليمات والمنصة وهاي المنصة متازة جدا وبالمناسبة تعليمات دائما تصدر واليوم أكو توصيات إن شاء الله تصدر توصل إلى سيد رئيس الوزراء واحتمالنا نعقد اجتماع ثاني في تسهيل هذه الأمور يعني سابقا كان يدخل منصة إلا شركات الآن تم السماح إلى رجال الأعمال كتاجر بسيط أن يدخل المنصة بعد حصوله على هوية غرفة تجارة بدأت من غرفة تجارة بغداد محل مصارف هذا تسهيل نرجع على الجهات الأمنية والدولار إحنا المفروض الدولة ما تندق بالدولار والصيرفة بهذا الشكل ليش؟ اعتقالات فوية وسجون أنا عندي رأي آخر بها خلقوا لك رأي بعدين نسمع رأيك من بدا الدولار يسعد بدت الناس كل من أكو عدد دولار شعب الإعراق يغني عدد دينار وعند دولار وعند عملات فبدأت كثير من الناس وإحنا على الطلاع وعلى ثماس بهم حتى رجال الأعمال بدأ يريد يبيع الدولار فبدأ الدولار يبدأ ينزل تدريجي من بدأ ينزل الدولار تدريجي قامت تجهات الأمنية بالحملات المدهمات ومثل ما شفنا على شرشة التلفزيون شنو اللي صار أي مواطن عند دولار بدأ يحتفظ به ولذلك الدولار حافظ بس العرض العرض يعني أنا صالة أسبوع أباوع كله 218 210 220 البنك المركزي نعم فده يعرض هذا السؤالي هذا المسكين أبو الصيرفة سمع العلاق يجوز به المتورطين فاسيين طبعا توقفت البنك المركزي طلبنا سيد رئيس الوزراء أن يكون هو الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة الصيرفات ولا يجوز إجراء أي عمل إلا اليوم إلا بالتنسيق مع البنك المركزي وحصلت موافقة سيد رئيس الوزراء وأعدي سؤال إذا الخزانة يومية حاطت لي مصارف إسلامية وغيرها بالعقوبات وآخرها 14 ليش البنك المركزي ما يسحب الرخصة من عدل ليش يمخليها تزاول عملها إلى الآن التي بي آي الطيف اللي دخلت من ضمن العقوبات إلى الآن الطيف تشتغل أنا حقول لك حوالات كتاب رسمي من البنك ليش هي سحبة العمل مالها من الدولار لكن من حقها نتمارس العمليات المصرفية باليين باليوان باليورو عمليات المصرفية داخلية أي داعو وسعب نتمارس يعني أسائل 14 فقط بالدولار أسائل الإسلامي توقع عن لا 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 بس الجر يمو كل إسلامية بس الدولار لا مهم مكتوب إسلامي نغطن عن إسلامي أو غير إسلامي كما صرف من حقها نمارس العمليات المصرفية داخل إراق بالعملة اللي إحتاجة عدد دولار يوان يورو يان دينار عراقي من حق أن يمارس كلها رقمال روح من اليوم حقيقة مشكلة مسألة المنصة والعقوبات موضوع الاستيراد التجارة مع إيران مع سوريا مع لبنان مع جزء من تركيا هذا حقيقة اليوم ناقشنا وطلبنا من الدولة إيجاد حال لماذا؟ لأن حجم التجارة اللي عندنا يوصل في حدود 8 إلى 10 مليار دولار سنويا مع إيران أنت ما تجي وتوقفها هذا ما منطق ما ممكن لأنه ممكن أن نسيطر إذا سيطر على الوسط وجنوب وتوقف البضاعة الوردة من إيران فأنت من منافذة شمالية المسيطر عليها رسمي وغير رسمي ما حتى تقدر سيطرنا ما عندك سلطة عليها كحكمة محلية طبعا فإذن يجب إيجاد حل هذا ما نقشنا اليوم حتى من نوجد حل لهذه المسألة أيضا سيساهم في استقرار البناء يبيع 130 وأكفارك السعر مرعب وهذه الحيتان والمصارف الأحلية ما أريد أفصح عن المقترحات التي صارت بس كدولة أكو إجراء للحل حلة أكو مقترحات عدك تعليق السعر هو هذا الشيء جيد بالدولة الدولة تتابع بكل أجهزتها الرقابية والأمنية والمالية والنقدية التابع وتقول لك تعال قل لي شين المشكلة ونقينا الحل حتى أنا أخذ حق الدولة نعم تعليق أنا أسأل سؤال أنت شسب الدولار أكو مزاولة مثلا بضاع تفاصيل كهربائية سيارات كلها بالدولار بس اسمح لي بضاع تستورد البضاع عن طريق البنك المركزي وعن طريق المنصة إذا كان تاجر صغير وإذا كان تاجر كبير إذا عن طريق الاعتمالات المستندية أو عن طريق الحوالات تتمن تجي بالدولار بالسعر الرسمي بعد شلك بالدولار المفروض امتثال غير كامل للمنصة بس اسمح لي أكو شغلة ثانية أنت تقول لي أكو سوق موازي لا أنا يقول لك ماكو سوق موازي دعا شون لي ليش ماكو سوق موازي لو إحنا عدنا صناعة نصدرها فائضة عن الحاجة نصدرها كان جبنا دولار لو عدنا زراعة فائضة عن الحاجة كان بيعناها وجبنا دولار إذن الدولار اللي موجود بالسوق هو مصدره البنك المركزي اللي هو نتاج بيع النفط إلى الخارج واستوردنا بمكان الدولار شي لك بالدولار بعد الدولار اللي موجود عندك إذن هو مو شرعي هي نعم هس سأل بس إحنا آنويات سيد الكريم آنويات قاعدين إحنا وإستاذ رشيد موجود نطيني مبرر لاستحوار على الدولار تريد تروح تسافر تروح تصرف عن طريق البنك المركزي تريد عندك علاج تروح تصرف عن طريق البنك المركزي عندك تدريس طالب تروح تصرف عن طريق البنك المركزي أي شغل موجودة 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 موجود لا موجود بالموضات لا بالمرافز لا بالمنافز سيد الكريم هذا كل واحد عده شغل يروح تعلن البنك المركزي علينا خليني كل منطقي يوظل البيرو خراطة الموجودة ليش بس أقول لك الواقع ماله شنو الواقع ماله إحنا علينا فعلا إذارين سوي سوق موازي أولا تعديد موارد الدخل إحنا 87% اعتماد على النفط و13% اعتماد على الموارد الدخل النفطية بالتقرير اللجنة المالية هذا عندنا هذا كاتب لك يرغب لك وين إيرادات العراق الغرنفطية وين إيرادات العراق وذلك ما سهل كل الدولار اللي موجود بالسوق بما يسمون أخوان أستاذ رفيد الدولار اللي يسمون بالسوق الموازي ماكو سوق موازي اكو سوق سودة اي سوق سودة سوق سودة هذا يعني مصدر الأموال غير خرعية يعني جايبها من طريقة غير مرسمية يعني إذا يشتريه ب130 ب1310 يشتريه ويبيعه ب1500 هسا أنا وياك ننزل السوق أنا وياك ننزل السوق وروح يشتريه لي دولار محد يشترون منك ما يبيعه لك لا يبيعه لك ما يبيعه لك لا يبيعه لك 151 هذا سعر افتراضي هذا بالبوغة يعني معناتها مخالف للقانون يعني من حق الجهة القانونية أن تلقي القبض علي وعليك إذا كنا نتبع نارس هذه العملية بعدين لا تنسى إنه القانون رقم 111 لسنة 69 يقول أي تلاعب بالاقتصاد العراقي يتقع تحت طائلت القانون ويعاقبك القانون رقم 39 سنة 2015 يقول أي تعامل بالعملات الصعبة أو العملات الغير العراقية هو مخالفة تقع تحت طائلت القانون فإذا شنو المشكلة اللي صارت أقوى عدم وعي مصيبة نوعين عدم وعي أي مصيبة نوعين عدم وعي لحد الآن بعدين هاي الوحدة والنقطة الثانية يجب أن أعدد منافذ تمويل الموازنة مجسرا أن يعتمد على 97% من الموازنة هي من النفط أنا أشغل لازم الصناعة لازم أشغل الزراعة ليش أستورداني بيض من بره تدري ليش أستورد بيض من بره لأنه البيض اللي أستورده من بره ما تكلفني عشر سنتات في حين إذا أرد أن تجهب العراق تكلفني من الدولار فالذال كان أستورده من بره لو أكوش قانون حماية وتجهيز يعني أنا هذا الفلاح اللي دايين تجبيض المائدة قانون دماري تنطي أنت لقاحات وتنطي أدوية وتنطي تسهيلات صادقا كان هذا البرنامج عمول قد رأي يستغل هكذا عن الإعفاءات القمرقية بالآلاف الطريبية اللي تعطالش أهي ليش أنا خلي خلي أستورد جزائر أو خمور يروح يستورد يسجلها وينطي رشوة لم ينقمارك ويسجلها طماطة مع جون طماطة صحيح يسجلها ليش لكنه لو كانت أكوش إعفاءات قمرقية مثلا هذا إلى الأسواق المركزية وبالمناسبة طبعا يعني هم راح يعيدون العمل بأسواق المركزية بس كون الله يهديهم أستاذ رشيد الكلمة الأخيرة إلك الكلمة الأخيرة شوف أكون نقطة أشار إلها الأستاذ عبد الرحمن وهي مسألة الوعي إحنا نواجه هذه المشاكل واليوم مثال كان أخذت أحد رجال الأعمال ويايا قال لي عندي مشكلة أريد أعالجه وأريد أقابل مسؤول كبير أشرح له شون مشكلتك؟ دع لآن مشكلتي بتحوالات والاستيراد شوف مسألة الوعي يعني إحنا ليش نقول الدولة ده تصدر تعليمات بس المواطن مدى يسوعبها ومدى يجي يعني الدولة هسا ده تطيل الشركات تحويل تنطي للطلاب اللي يتفضل بها سيد عبد الرحمن أي طالب عنده افتعاد تنطيه تنطي لأي شخص اللي يشير عنده مرض يجيب فاتورة من المستشفى تصرف للدولة بالدولار بس هاي ترى كثير الناس ما يعرفوها حتى مصرف الجيف يجب على البنك المركزي يجب على البنك المركزي إقامة ندوات وورش والإعلان أمام وسائل الإعلان للمواطن حتى يبصرها لا تخليها مكتومة قل لي يا مواطن إذا التمرير تروح لخارج وعنده بتقريبا أخذ فضل اليوم رجل الأعمال اللي أخذت البسيط كان عنده مشكلة بسيطة وأيضا هو الخلل من عنده أخينا نص عندك وإحنا أشاركت أيضا في ندوة سابقة مع البنك المركزي كان نائب محاضر البنك المركزي ورابطة المصارف كان عندنا اجتماع وأشاركت بها أخذت أنت تستورة لتعالي البنك المركزي تعالي المصرف قدم أوراقك الأصولية واخد دولار يقولوا ليش ما يقدم ليش ما يقدم أولا أخذت من الضرائب عافية يخاف من القمرض نعم أخي بعضهم يخاف من الحسد وأهمهم كلهم أنه يخاف يفصح عن مصدرها هي الأموال لأن الأموال اللي يجيبها هي مو أموال مالته هي مستحصلة من جرائم غسيل أموال وجابها هنا لدي طبوبها بهذا المنفذ عباله رح يغسلها ورح يعوضها بالدولار ويستورد بها بضاعة وما يهمه هذا البضاعة هذا الجهاز إذا سعره ألف دولار هو ما عندما نشتري بعشرين دولار ألفين دولار يشتري ليش؟ لأنه يحبونه هو يتعلم لك الكلام اللي تفضل بي أستاذ عبد الرحمن أي سريعا أيضا هذه شروط التحويل النقطة اللي تفضل بي أستاذ عبد الرحمن هو فعلا اللي يطلبون من عنده حسابات كم سنة اللي يقدم وفتا عن طينها قالوا أنا ما أطلق حساباتي أنا عنده فلوس أخيتي فاللي تفضل بي سعد الرحمن تشخيص صحيح بدليل هذه التعليمات من البنك المركزي للتحويل الخارجي إحنا شو نقول رجال الأعمال إخواني أنت أكو معلومات مطلوبة حتى يثبت البنك المركز البنك اللي أنت تتعامل يقول لك مصدر أموالك لأنه العراق هذا على عقوبات العراق على يب لا مو بس العراق هذا مبدأ عام مبدأ عامل العمل الصيرفي مو تتخلي برسل أي الوقت داهم أمين نجيب الفلسات قل لي يا باني عندي بيعتبية أنت تجارة إحنا فواي فتحنا حسابات أمين يابا إحنا عندنا شركات ومكاتب فتحان حسابات إيه بس مو أحشيت سيد عبد الرحمن حقيقيا لا صحيح كل أموال بالكزار يراد أننا حوكمة ويراد أننا ناس مخلصين لإدارة البلد ويراد أننا شفر على الشركات الإنتاجية سيد رشيد سعد شكرا جزيلا جزيلا سيد عبد الرحمن الشيخ شكرا جزيلا لكم مشاهد كرام بالختام كلمة لا يسمحنا سيد المخرج الحكومة أخذت إجراءات اللي هو حضر الخمور والخمور الآن موجودة بالآلاف طبعا في بغداد حضروها بدل أن يفرضون ضريبة ويمسكون الحدود ومعابر الإقليم وغيرها ويسيطرون لنا عليها ويجيبون لنا جباية من آلاف الخمور والكحول اللي تدخل بالملايين إلى بغداد والمحافظات احنا سوينا حضر عليها وصار تسهيلات إليهم بالإترايلات عن طريق متنفذين واقتصادية وضباط والدنيا كلها والآن صعدت الكحول على المواطنين ها وضريبة الدولة ما تحصل والسقائر اللي طب بالملايين بالأطنان اللي هو احنا نستهلك ستمائة ألف كارتون شهريا العراق غير أنه احنا معبر فرانزيت وكلها لا به إجراءات لا سلامة لا تحذيرات في دبي وقبرص وجاي تدخلوا العراق معبر واثنيا طبعا من خلال مختصين هذا الكلام احتي اثنيا اثنيا ونص مليار دولار سنويا العراق يخسر بسبب عدم فرض ضرائب على فقط السقائر وتخيلوا المبالغ اللي جاي تتهرب فاضبط حدودك واضبطوا المعابر الغير رسمية وعفونا البلد تايي صال سريع نيوي الغتر قلت له اليوم قلت له نطلني التسهيلات ليش أنا رجل أعمال أجيب من خسرة وأجيب على برويس خان وعلى غير على الأقليم نطلني التسهيلات اللي بالأقليم وخليه تطبق في الوسط والجنوب حتى تكسب الضرائب وتكسب القمارق وتكسب اقتصاد وسيطرة على المواد اللي تجيك جميل مشكلتنا جبيرة السلام عليكم فيما الله السلام عليكم فيما الله اشتركوا في القناة